السلام عليكم أخوتي إخواتي أتمنى إن شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سأنتكلم عن بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة لعدد تصدر هذا النهار بخصوص عدم السفر وعدم التنقل بين مدن أفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أنه أخذ بعين الاعتبار للارتفاع الكبير خلال الأيام الأخيرة في عدد الإصابات فيروس كورونا بمجموعة من الأعمالات والأقاريم فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز أي ابتداء من اليوم عند منتصف الليل من التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة تيطوان فاس مكناس ضربدة برشيد ستات ومراكش وفيما يلي نص البلاغ أخذ بعين الاعتبار للارتفاع الكبير خلال الأيام الأخيرة في عدد الإصابات فيروس كورونا بمجموعة من الأعمالات والأقاريم وبناء على خلاصة التتبع اليومي والتقييم الدوري للتطورات وفي وضعية الوبائية بالبلاد وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخدة للحد من انتشار هذا الوباء فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل ملع تنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة تيطوان فاس مكناس ضربدة برشيد ستات ومراكش ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم مع شرط الحصول على رخص استثنائية لتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية وتشدر الإشارة إلى أن هذا المنأ لا يشمل حركة نقل بضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين جميع حاجاتهم اليومية وقد تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة كالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة واستعمال وسائل التأقيم وذلك رغم توفرها بكثرة في الأسواق مما أدى إلى زيادة الانتشار لعدوى وارتفاع عدد الحالات المؤكدة كيف سمعتوا أخوتي أخواتي يعني السبب لجعلهم أنهم يتخذوا هذا القرار وأن المواطن محترمش تباعد وما يديرش الكمامات وما يستعملش الوسائل للتعقيم لهذا تخذوا هذا القرار وأمام هذا الوضع فإن السلطات الأمومية تهيب بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة طبقا للقانون يعني خلاصة القول أخوتي أخواتي هذا العام ما كان لصفر لوالول اللي كان في شي مدينة رغم يبقى فيها وعوش لكم بروكا وإن شاء الله ودخل عليكم صحة وسلامة والأهم من هذا شي كامل من صفر وكل شي هي صحيحة وشكرا لكم على الاستماع وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله مع السلامة وإلى اللقاء upset شكرا